بعد ثلاثة أعوام من المراوحة انحسر أخيرا وجود ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية موزع الواقعة إلى الشمال الغربي من محافظة تعز والتي تتحكم بتقاطع طريق الرئيس له علاقة مباشرة بخطوط إمدادات الميليشيا الانقلابية التي لا تزال تتمركز في مديرية الوازعية ومناطق تابعة لمحافظة لاحج تدور المعارك هنا بعيدا عن المحور العسكري لمحافظة تعز المسؤول المباشر عن العملية العسكرية في هذه المناطق وتتركز المهام القتالية على ألوية العمالقة واللوى عشرين المدعومين من التحالف سيطرت هذه القوات على مركز مديرية موزع والمناطق المحيطة به وذلك بعد أيام من بدء هذه القوات عملية عسكرية واسعة بدعم من طياران التحالف استهدفت دحر الحوثيين من المناطق المحيطة بالساحر الغربي لمحافظة تعز ومفرق الوازعية ومناطق في محيط مدينة البرح وخلال العملية العسكرية التي شهدتها مديرية موزع تم تحرير مناطق الجحفة ودار علوان والموسنة ودار العنبي والحد والصبارية والسفالية ودار عيسى وحسية الحرز إنجاز عسكري مهم جدا سيؤثر على المركز الاستراتيجي لمسلحي الميليشي المتواجدين في مديرية الوازعية وأجزاء من مديرية باب المندب وأجزاء من كهبوب المضارب التابعتين لمحافظة لحج وهي مناطق تشرف مباشرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي الحرب تركت أثارها على ملامح هذه المدينة الثانوية ومبانيها الحكومية فيما خلف الحوثيين وراءهم التركة المعهودة في كل معركة يخسرونها أكواما من الملازم التي تحث على الموت دون سواه المراقبون رأوا أن معارك شمال الغرب تعز تتعلق بالاستعدادة الجارية لخوض المعركة المصيرية مع الحوثيين حول السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها أكثر من ارتباطها بتحرير محافظة تعز الأمر الذي يبقي خيارات التحالف في التعامل مع محافظة تعز على حاله من الإهمال وحبك الخطط الهادفة إلى تقييد خيارات أبناء المحافظة أكثر من مساعدتهم على تحرير محافظتهم وفرض سيادة السلطة الشرعية عليها